يعني هل الدوري زمان كان مختلف عن دلوقتي؟ هقول لك يا كريم الدوري مختلف تماما عن زمان زمان كانت الفنيات عالية قوي بالرغم ان اللعيبة اللي بتاعها دلوقتي بانتقدونا بقول لك انت الرتم كان هادي وبتلعبوا على الواقف وحاجات كده كان فيه لعيبة كتير جدا جدا عندها فنيات عالية بس الوقت ده كان كده عارف اللبيض وسود والالوان الوقت ده كان كده لان برضو ليه ما تقرنش اسلوب التدريب بتاعنا مثلا في السبعينات والثمانينات زي اسلوب التدريب دلوقتي الاجهزة الجديدة اللي طلعت احنا كنا الجيم بتاعنا عبارة عن حتة حديدة كده يعني هم جهازين بس انت فاهم ازاي دلوقتي الكل عضلة في اللعيب اكتر من جهاز انت فاهم ازاي اللي اكتر من كده كمان الاستشفى الاستشفى ما كانش احنا بالنسبان احنا اقولك ده رايح في البيت ما كانش فيه دلوقتي التلج والماء السخنة والمش عارف ايه مع بعضها انها تعمل كذا ومع هذا برغم الامكاريات اللي كانت ده انا عايز اكمللك تاني اقولك الفروقات كلها انت بتتكلم على ملاعب غير الملعب عنصر اساسي في الاداء فانت بتكلم على ملاعب يعني احنا استاد القهارة اللي كانه شوية انما بقيت الملاعب زي مثلا تروح السويس تروح مش عارف فين فين ملاعب صعبة جدا فبتأثر على الاداء والاصابات احنا قبل كده برضا او في الوقت بتاعنا اللي كان بيتصاب كان ممكن يبطل يعني الروباط الصليبي ده وقتها نهاية مسيرة كان بيبطل لعيبة دلوقتي الدكاترة بتتبارى مين يرجع اصرع يرجع اللعيب بتاعه اصرع الملعب اسلوب التغذية حتى كمان اختلف وقتنا كان الرز والمكارونة ممنوع والحاجات دي دلوقتي الرز والمكارونة اساسي لان النشويات وبتدي الطاق يعني المفاهيم كلها اختلفت عايز اقول لك حزاء الكورة انت الحزاء بتاعنا لما كنا بنلعب بها كريم كنت لو قفت بيه بس شوية كده ما تحركتش تتعب تقييلي دلوقتي حاجة زي الريشة الكورة نفسها كورة اخافة من الكورة بتاعت زي بص لو عادت عددت لك بقى الكلام ده كل حاجة صحيح كل حاجة كمان برضو خلي بالك الاهتمام الاهتمام بالتصوير التلفزيوني طبعا 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 لا والتغطية الصحفية والسوشيل ميديا اللي استجدت وما فيش حاجة تسخبة انت كان ممكن تتفرغ على ماتش ايامنا ما تعرفش مين اللي طلع الكورة ده وقلم التعليق بس طبعا طبعا وممكن لما المعالق بعض المعالقين كما المعالقين ما كانش عارفين اللي عايب وقول لك طلعها الدفاع صحيح دلوقتي فيش كلام ما هو مش شايف ما هو مش شايف ما هو فوق برضو طبعا انما دلوقتي المطش على الهوى وبيتزع اكتر من مرة وبيتقطع في القنوات الخضائية طبعا المستجدد دي خلت المشاهدة اكتر امتاعا ولا بالشرط حتى طبعا التصوير وزي بقول لك الملاعب والحلاوة بتاع لا تبقى لك على متعة المهارات اللي تنشوفها على ارضات المهارات لا 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 انا قاعد بستني حدك تخلص النقاط الكتير اللي انت بتقصهنها دي عشان اقول لك برغم كل ده كان برضو دوري زمان مضعم تاني اقول لك بحزبة بسيطة احنا لغاية النهاردة الناس الكبار فاكرين اللعيبة القديمة اقول لك كان فيه في النادي الاهلي كذا وفي الاسماعيلي كذا وفي الاتحاد وفي المصري وفي فاكرينهم دلوقتي في ناس لعبة 18 سنين ما حادش فاكرها لان الكرة تحولت من متعة وفن لقوة وسرعة واحتكاك وتاكلنج وتخبيض انت فاهم ازاي وبعدين المادة اما دخلت كنت لسه والله خد تهمل على طرف انساني كنت لسه عايز اقول لك والفلوس افسادت طبعا افسادت الكلام ده انت كنت وعالميا مش بس محليا وبعدت مفاهيم كتيرة جدا كانت حلوة زي الانتماء والحب والحاجات دي بقت خلاص النهاردة انا تشيرت النادي الاهلي النهاردة ببقى تشيرت ما عرفش مين بكرا كذا فيه لعبة في الدوري دلوقتي لعبت في ست سبع فرق انا زمان اما لعبت مثلا في روحت ثلاث شهور لإسماعيلي وبعد كده رجعت الاهلي تاني وبعدين روحت المقولين كان حدث وقال لك سندباد الدوري والسندباد واخد دلوقتي اللعبه ما بتبقاش عارف وقال لك كريم فوقت هو السنة دي بيلعفين لا السنة دي بيلعفين هو كان في الجيش ده كده مش شغل محترفين ده كده شغل مرتزقة يعني انت مفيش ما بتقودش السنتين ثلاثة حتى مع فرقتك تقدر تعمل حاجة